أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع زيادة عدد الكاراكات العاملة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقه إلى تسع كاراكات وخلال تفقده لحركة الملاحة أشار الربيع إلا أن وطيرة العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطة متسارعة في ظل زيادة عدد الكاراكات العاملة في مشروع تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفع صافي قيمة الدخل الزراعي لمصر بنسبة 5.1% ليسجل نحو 364 مليار و600 مليون جنيه عام 2019-2020 وكشفت بيانات الانتاج الزراعي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قيمة الانتاج النباتي حيث بلغت نحو 321 مليار و800 مليون جنيه عام 2019-2020 مقابل 286 مليار و100 مليون جنيه عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 12.4% كما بلغت قيمة الانتاج الحيواني نحو 210 مليار و500 مليون جنيه بزيادة بلغت نسبتها 12.5% وإلى البرصة المصرية التي أنهت مؤشرتها تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين التفع رأس المال السوقي بنحو 600 مليار أو 6 مليارات جنيه و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 602 مليار و974 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 8772 نقطة وأغلق عند مستوى 8867 نقطة مرتفعاً بالنسبة 81% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1696 نقطة وأغلق عند مستوى 1725 نقطة مرتفعاً بالنسبة 71% كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2484 نقطة ليغلق عند مستوى 2527 نقطة مرتفعاً بالنسبة 71% إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري لسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و84 قرشاً للشراء و18 جنيه و92 قرشاً للبيع أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه وتسعة قروش للشراء و19 جنيه و18 قرشاً للبيع أما عن سعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و55 قرشاً للشراء و22 جنيه و66 قرشاً للبيع أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي 5 جنيه و13 قرش للشراء و5 جنيه و15 قرش للبيع أما عن سعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيه و1 قرش للشراء و5 جنيه وأربعة قروش للبيع أغلاقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على اتفاع إذ عزز سعود أسعار النفط للمعنويات في المنطقة المنتجة للنفط وقاد المؤشر السعودي المكاسب وصعد المؤشر القاسي للأسهم السعودية بنسبة 2 و3 من 10% كما ارتفع المؤشر الرئيسي لأسهم في برصة دبي 3 من 10% ارتفع كذلك المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي 1 من 10% كما صعد المؤشر القطري 1% في ختام التدولات مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لسحر ونهى لاستكمال ما تبقى من السابسة شكرا جزيلا لك فاطيمة